رمضان زي ما هو فرصة لعبادة هو كمان فرصة الحفاظ على الصحة والبعد عن العادات اليومية الخطأة بس للأسف في البعض ممكن يقع في هذه الأخطاء وهذه الأخطاء ممكن تكلف هذا الشخص حياته ما هي هذه الأخطاء؟ وكمان اللي كنا نتكلم فيه مع حضراتكم في بداية الحلقة عن ممارسة الرياضة امتى نمارس الرياضة؟ هل هو إحنا صايمين؟ هل قبل الفطار على طول؟ هل بعد الفطار؟ ايه التمارين تحديداً اللي ممكن نأملها وما تأثرش على صحتنا؟ كل هذه الأمور سيجاوب عليها الدكتور هاني جبران استشاري التغذية دكتور هاني صباح الخير يا فنم صباح النور يا فنم وأهلا بيك وأهلا بساعدة المشاهدين كلهم يا أهلا بحضرتك نبدأ بممارسة الرياضة عشان كنا في الأول كده ايه في كلام كتير قبل ممارسة الرياضة في نهار رمضان هل وإحنا صايمين؟ هل بعد الفطار؟ كويس السؤال ده ممتاز جداً لأن الكلام ده بنتسئله كتير على طول هل نلعب رياضة أساساً في رمضان ولا بلاش نلعب رياضة؟ الرياضة مهمة ولازم نلعب رياضة طيب نلعبها إمتى وأنت وقت وأحسن وقت ونلعب إيه كمان؟ وعلى حسب نوع الرياضة أو حسب كمان الحالة الصحية فالموضوع مش نلعب رياضة وخلاص وأحسن وقت نلعب رياضة وده اللي مكتوب في الكتب والمظبوط إنه بعد الفطار بساعتين أو تلاتة نلعب رياضة ده المظبوط على الأساس إن أنا مفقدش أكون عطشان تعبان الكلام ده كله مع الكلام مهم كمان إنه إحنا نلعب رياضة قبل الفطار بساعة وما يبقاش رياضة عنيفة كمان يعني لو كانت جاري حاجات اللي هي الكارديو الحاجات الخفيفة مش نلعب بقى شي الحديد والكلام ده كله قبل ما نوصل قبل الفطار على طول ليه لإني حبقى تعبان جدا وعايز أعطش فادية حتبقى صعبة فإحنا لو اللي خلينا لعب الرياضة قبل الإفطار بساعة ونلعب فيها حاجات اللي هي الكارديو ونحرك الجسم وحاجات اللي هي ما تتعبنيش قوي بس نحرك الجسم ونفقد فيها الصعرات الحرية دوت حيبقى كويس نيجي على ساعة الأزان نشرب المية ويبقى هو دوته الوقت المناسب وناخد بروتينات كتير جدا أنه وقت يحرق أكتر أنه وقت في دول يحرق أكتر دهون طيب المزبوط اللي هو بعد الفطار بساعتين لكن مع التجربة واللي أنا شفته فعلا أنه أنت بتبقى نسبة الجلايكوجين في الجسم اللي هو السكريات الموجودة فيه الكبد بتبقى قليلة قوي اللي هو قبل الفطار فالجسم بحتاج طاقة لما تلعب رياضة بس مش حنيفة حنيبتدي نحرق دهون أكتر فيستحسن قبل الإفطار بساعة هتحرق دهون أكتر بس مش رياضة عنيفة وحقولها تاني ونشرب مية كتير جدا بعد الإفطار بس مش كتير بكمية كبيرة على مدار اليوم وناخد بروتينات نعوض البروتينات اللي عندنا عشان نبني عضل إهنا الهدف من الرياضة أن نبني عضلات وقلل دهون مش الموضوع بس كده لو أنا عايز بقى أبني عضلات أكتر أو عندي بطولة أو الكلام ده كله يبقى بعد الفطار بساعتين أو تلاتة دوات يبقى الرياضة العنيفة تبقى مريحة ده طيب دكتر هاني أدوية التخصيص والناس في رمضان كتير جدا تبقى ماشي على نظام رجيم معين وعايز لاستمر عليه في رمضان فبيفطروا على الدواء اللي بياخدوه بتاع الدايت أي؟ وياخدوا كمان بعد الفطار أدوية علشان تنزل الدهون اللي في الجسم أكلوا أكلة تقيلة حباية الزرق آآ فيروحوا واخدين دواء حباية اللبن دي المشهورة دي كلها آآ مفيش حاجة تسماكن وهل في أدوية ما مسموحة وأدوية لا لأنه حاصل يعني خلطة عند الناس ويمكن شفنا على موقع التواصل الاجتماعي طبعا مشاكل كبير بالسبب أدوية التخصيص آآ والناس تقبط عليها وحاجات زي كده وخد الكوركومين وكلام بكل ما بين إنه دواء مصرح إنه تاخدوه وما بين دواء تاني لا ماينفعش تاخدوه أهو الكلمة حضرتك قلتيها مصرح به يعني إيه مصرح به يعني بيتباع في السيدليات الكبرى بيتباع في السيدليات وما يكون مكتوب عليه تصريح من وزارة الصحة وزارة الصحة هي اللي بتدي التصريح لأي دواء ماينفعش أخد دواء من المنصات التواصل الاجتماعي ماينفعش أخد دواء من دكتور في العيادة بتاعته وحقول تاني ممنوع ناخد أدوية من على التلفزيون بتتباع من مكان ماينفعش الكلام ده يا إما ناخده من السيدلية يا ما ناخدهش خالص علشان دعرف إذا كان المصدر مصبوط لأن وزارة الصحة يبقى فيه متابعة أو لا يبقى اللي إحنا نقول الكلام ده قلناه كتير جدا ممنوع ناخد أي أدوية نهائيا إلا تحت إشراف طبي وما تتخدش من الدكتور نفسه تتخد من الصيدلية ويكون موجود في كذا صيدلية ومكتوبة على الدواء مصرح من وزارة الصحة وترخيص من وزارة الصحة ده الأهم هل ناخدها من على النت هل أتكلم في التلفون هاتلي الدواء الفلاني لأ هل أخد الدواء وقبل ما نعمل أي حاجة يريد نعمل سيرش شوية نعمل البحث على النت نعرف الدواء ده مصدره إيه قبل ما ناخده ونعرف بالضبط هل بدواء مناسب ولا لا ونعرف الأراء عنه إيه دي بالنسبة لأدوية هل ناخد أدوية لازم تحت إشراف طبي ولازم لا مش لازم حكاية بقى الدواء الحباية اللبني اللي بتتاخد ساعة اللزوم أو لناخدها مع وجبة تقيلة الكلام ده زي ما قلنا تحت إشراف طبي بس مش لازم ناخدها ساعة الوجبة التقيلة هي المصبوط تتاخد مع كل الوجبات والمصبوط الكلام اللي مكتوب اللي هتتاخد ثلاث مرات فيه اليوم بس مع الصفطار ومع الصحور تحت إشراف طبي طب وإدوية السكر يا دكتور لأنه فيه بتستخدم دلوقتي للتخصيص والناس بتستخدمها من دماغها ويمكن دي ممكن تسبب أزمة كبيرة يعني الجرعات لو ما تحسبتش صح بنتكلم كمان عن مقاومة إنسولين يعني دي حاجة ودي حاجة كويس حضرتك فتحت مواضيع حلوة جدا أدوية السكر فيه حقن موجودة دلوقتي وفيه عراس الناس بتستخدمها بعد الوجبات برضو فيه اللي هي ديت العراس المتفورمن ده التركيبة العلمية بتاعتها بياخدوها هل ليها رولز أو ليها حاجة علشان التخصيص هي ما فيش حاجة ثبتت علميا أني لها أي حاجة للتخصيص هي ممكن تعمل واجع في المعدة وده التركيبة العلمية بتاعتها المتفورمن بتعمل واجع في المعدة ممكن تساعدني شوية تخلي الواحد يبقى أرفان ما يكلش كتير فالناس يقولك قال التخصيص لا هل ده لها علاج فيه مثلا الإنسول رزيستانت أو مقاومة الإنسولين أيوة طب أعرف منين اللي عندي مقاومة الإنسولين لا فيه أعراض بتبان منها اللي هو بيبقى السوداد فيه الرأب من بره لا فيها تحليل ممكن نقدر نعملها هي دي اللي تقولي إذا كان عندي مقاومة الإنسولين أو ما عنديش مقاومة الإنسولين وتحت إشراف طبي مش أنا عندي مقاومة الإنسولين هب أو ما أخد الدواء لا ما ينفعش الكلام ده الدكتور هو اللي يدوله لأنه ممكن يحصل مضاعفات معايا كمان طيب إيه بقى بالنسبة للحؤن اللي موجودة هي دي أساسا علاج أول ما طلعت خالص بيكان بإسم تاني وكانت علاج للسكر لأوا مع الأبحاث إن هي ممكن تسد نفس وتقلل في الوزن طلعوها بإسم جديد وغاية التصريح من منظمة الصحة الأمريكية وبتستخدم برا مصر وبتستخدم هنا كمان موجودة هنا في مصر الحؤن ديت وهل ممكن نستخدمها أو بتتاخد فيه تحت الجلد زيها زي حؤن الإنسولين بس مش إنسولين ده حاجة تانية خالص بتساعد إن الواحد يسد نفسه جدا مع إشراف طبي غزائي حنبتدي تقل في الوزن جدا مين اللي يقدر يديها والجرعات إزاي واحدة بتاخدها وكده لأنها بتبتدي بجرعة قليلة وبتدي بتزيد شوية بشوية لغاية ما توصل 3 ميلي جرام بتختلف من شخص لشخص وعلى حسب الحالة مش أي حد ياخدها طيب دي بالنسبة للأدوية دكتور هين زي نستغل شهر رمضان في إننا نتخلص من العادات الغزائية السيئة والخطأ اللي احنا نتبقها في الأيام العادية إزاي نحفظ على صحتنا آه حلو جدا نعمل إزاي بقى ناكل إيه وما ناكلش إيه في رمضان وإيه الحاجات الصحية وهل نعمل رجيم إزاي آه طبعا وفي الصخور بالزاي كنت رسا أقول لحضرتك مواعيد الأكل أيوة في ناس كتير قوي معتقدة إننا لو ما تصحرتش أنا أخس أسرع ده غلط غلط جدا إحنا لازم نتصحر ومش نتصحر بس إحنا لازم الفطار وفي وجبة في النص وناكود إيه علشان نحافظ على الثلاث واجبات علشان نحافظ ويبقى وجبة خفيفة في النص حاجة خفيفة ما ناخدش حلويات كتير لأن حلويات حتتزودني في الواس لكن جاريت بعد صلاة الترويح ناخد إيه الحلويات طب ليه بعد صلات الترويح بناخد حلويات عرفين ليه بناخد بعد صلاة الترويح فضل عشان نشجحوا مع الصلاة مافيش أي سبب علمي وراها خالص ويبقى يبتدي كده، لكن الأهم كميته قد إيه كمان، معنى هناخدش بقى كده وكمية كبيرة، لأ شرب الميا، مينفحش أبداً أجي على وقت الصحور أبتدي أشرب 3 لتر ميا أو لترين ميا أنا مش جمل، حاوم أحوش الميا جواي، لأ عادي كل ده حينزل كنت لسه أقولي هدير دلوقتي أول سنة أكتفي بكبات ميا بس، بالليل؟ في الصحور، في الصحور، بكبات ميا بس، وما بتصحرش لأ بتصحر جبنة ريش بس، حلو، لأ بقى، ودي وقت أدابة الحاجات الغذائية الغلط إحنا لازم حاجات معينة حنعملها على جانب الأكل صحي بقيت حالة دلوقتي، بقيت حالة عندك بالتر لأ بالعكس، لأن كده بنوضح للناس لأن الحالة دية فعلا الناس كتير بتعملها يقول لك أنا هاخد حاجة خفيفة وخلاص وخلصة، وكبات الزبادي أو كل اللي عايز يخلص فعلا ما بيتصحر، أو زبادي باللمون يعني أيوة، حلو، أو زبادي باللمون، لأن لو ما اتخدش اللمون خطر، ليه الزبادي باللمون؟ ليه علشان طلعت، ده كنا لسه منتكلم في الموضوع ده، إن فيه يعني قوة الإيحاء، إن طلعت مرة حد قال زبادي باللمون وكان منتشر جدا دلوقتي أي دكتور لو قالك ما تحطش للمون على الزبادي، أنت ما بتفهمش إزاي يعني ده لازم تحط اللمون على الزبادي، يبقى أنت ما بتعرفش تخصيص، لا مش لازم على فكرة ومش لازم تاخد اللمون خالص على الزبادي، ومالوش أي رول خالص اللمون على الزبادي، وبقولها تاني الزبادي باللمون ما بيخسس، كسوعة حريقة قليلة وخلاص، زبادي كويس قوي، واش معنى الزبادي؟ على الساسة إنها تبقى وقت بخفيفة ما يجليش حموضة، لكن هل لازم اللمون؟ لا، يا دكتور أنا بحط اللمون بيجلي حموضة، ولا بلاش لمون خالص، ومش هتفرق جدا ومالقي دكتور هيني الصحور المتالي من وجهة نظرة؟ حل، لازم يبقى فيه متوازن، يعني متوازن، يعني فيه جزء بروتينات، وجزء دهون، وجزء كمان اللي هو النشويات طب، يعني إيه نشويات؟ يبقى لو أنت عايزين نقل في الوزن، يبقى فيه خبز أصمر، لو فيه بروتينات، لو كان فول كويس، الزبادي ومش لازم لامون، موجود يبقى حلو جدا موجود في الفترة دي هل الزبادي، خالد دسم عشان نقل في الوزن؟ هل الزبادي اليوناني اللي موجود دلوقتي أحسن؟ أيوة أحسن، ليش معنى؟ هو أغلى بس أحسن، لأن مليان بروتين أكتر، فكأني باخد بروتين زيادة من غير ما يبقى فيه مشكلة معي، فالزبادي اليوناني خالد دسم، هيبقى ممتاز جدا مع النشويات وجزء لو فيه فول، لكن ناخد بقى البسترمة مع البيض وحاجات الطعمية المحشية يعني أنا لسا كنت في الصحور مبارح، يعني كده أكد أنت متصحرش أجيبنا قريش، أنا أسمع بس، أنا كنت متصحر مبارح، روحت في فندو من الفنادق المنتجرة في مصر، وروحت اتصحرت في عزومة وكده ولذيذة، لقيت كمية المقليات اللي موجودة أصاد الناس، وسهم بوسك، ولقيت بيض مقلي، ولقيت فين ده دكتور؟ أهي، جميل جميل، بس الصراحة حموضة حموضة، أنا قلت يا نهر أزرق، لا أنا قلت أن تقيت لواحد خالد الحاجات الصحور الخفيفة، لأن فعلا كمية المقليات اللي موجودة، والبطاطس المقلية، اللي هي جزء أساسي من الصحور، غلط، يبقى ناخد، نهوة، وشاي، كتير، ساعة الصحور، ده هيحصل له إضرار للبول على مدار اليوم، وحيتعب جدا، وحيبق عطشان، لا نخليها قابلها بساعتين، ولا حاجة، وما نفطرش على طول ساعة الأدان، بناكلش ساعة الأدان، لا حلينا بقدر الإمكان نأخروا شوية صغيرين، نكسر صيامة يعني بس ساعة الأدان ونستنى شوية، مايوة، ودي أحسن حاجة، ونشرب ميا كتير، مهم جدا على مدار اليوم من أول إفطار غا سهور، ونبعد عن أي الحاجات اللي هي المخللات بالذات، ماينفعش، ماعرفش كمية المخلل في رمضان، لا خالص، من المخلل في رمضان ده حياتيب جدا، لأنا عاية عطش، حاجة تفتح النفس بس يا دكتور، حاجة تفتح النفس بس يا دكتور، حاجة تفتح النفس، ليه بحنا بناكل، يعني نفتح نفسنا ليه أكتر من كده، تفتح النفس ليه ما شاء الله، ما عدا نفسنا مفتوحة، ما شاء الله أي الرجل بيأكل جبنة قريش ده البان، بمس عشان فقرة التغذية وكده بيقول حضرتك الكلام، أه، لكن هو بيأكل بيأكل، طيب كويس، لكن الأهم من كده إن إحنا ناكل على مدار اليوم، بالنسبة لي الحاجات المياه الغازية، ما فيش داعي منها خالص، سجيني المشروبات بقى دلوقتي، عصاير ومياه غزية، أيوه، حلو، أركز، توبيا ودم وكركادي، مظبوط، وعرقسوس، وكلام ده كله، ونتكلم بقى على عرقسوس ده لأن الكلام ده مهم قوي، وعلميا، حكاية اللي أنا أخذ عرقسوس حلو جدا، بس لو أنا بعاني من الضغط العالي، ممنوع نهائيا أشرب عرقسوس، اللي ناس اللي هي بتقوليني أنا ضغطها عالي أو مأخذ الكركادي، آآ كويس، كركاديس سخني عالي الضغط، الكركاديق السائع يوطي الضغط، الكلام ده مش مظبوط، الكركاديق يوطي الضغط آآ لكن مش هو ده علاج الضغط، هو كويس، يبقى العرقسوس هيعالي الضغط، والكركاديه حيوط telكاديلو الضغط، ساقع، سخني ليش هتفرق كتير، لو أخت بقى كركادي ولي عرقسوس بلاش رقسوس، سعراتهم اخبرهم ايه دكتور مشاريف دي؟ على حسب بقى هل انتي عملاهم في البيت ولا هنجيبهم من محل العصر؟ الهرصوص دي سعرات؟ خفيفة جدا ومش كتير جدا وملهوش اي حاجة هو هو مسكر لأهو مش مسكر فمش محتاج لان احطله اضيف له اي سكر لكن هو لقى طعم بقى غريب شوية هو بس ايه؟ جميل بص هو بتختلف من شخص لشخص يعني ساعات كده له لزق كده في الزور من ورا ما بلزقش ما بلزقش عندي دنيا سلكة ما شاء الله لكن اللي احنا عايزين نعمله بقى ايه؟ هل اخد الحاجات من الشارع كمية السكر فيها كتير جدا الخطر بقى اللي انا اخدها من مجهول المصدر الناس بتبقى موجودة كده عاملها كده وبتسترزق اه لكن مجهولة المصدر انا انا اعرفش عامل ايه فيستحسن اخدها من مكان معروف وبلاش الحاجات اللي فيها سكرات عالية اللي هي جاية من او اعمل في البيت نعملها في البيت كويس قوي وبسكر الضيطي ودخال امات الاسبرتام هيبقى صحي اكتر اه لو الناس مش عايزة كده ممكن تحليها بالعسل برضو هيبقى كويس هل كمية الاكل اللي ناكلها قد ايه؟ نعم احنا لازل ننزلك يعني نفطر على بلحة لو اللي عايز تعمل رجيم بلحة واحدة بس فردي مش خمسة ولا سبعة ولا مية وتلاتة احنا ناخد واحدة بس لو احنا عايزين نقل في الوزن ونشرب مية ونوم نصلي وبعد كده نرجع تاني نفطر نبتدي الفطار ازاي؟ ياريت نفطر الحاجة الخفيفة الاول شربة وبعد ده شويات فيه رزة ماكرونا مقليات لا بلاش منها كتير ونبتدي فيه بروتين اكتر والحلويات بعدها او ياريت بدل حلويات ناخدها فكهة بعدها بساعتين كنت لست سأل حضرتك عن موضوع الفكهة لانه في رمضان ونبقاش فيه مكان للفكهة اما بعدها بساعتين او ببلاش خالص لا اصلا احنا ما نجيبش فكهة في رمضان ليه؟ عشان الكنافة بقى والاطايف والبزبوسة والحاجات دي يعني نبقى مفتقدينها في القامل العادية بكسر ناخد كنافة بفكهة ممكن نحط الفكهة بالسلطة او نحطها على كنافة تبقى جميلة قوي او كنافة بالمانجا بس بلاش منها كتير عشان ما نزيدش في الوزن لكن لو احنا عايزين نقل في الوزن دي حاجة تانية خارج يا دكتور يحطوها بالسلطة في رمضان ما هو المعمدوء الحلويات مش ناقصة كمان نحط عليها مانجا ما لازم تتاكل مكنناش كنافة بالمانجا بتبقاش رمضان على فكرة ده معروف يعني رمضان يبقى كنافة بالمانجا دلوقتي فيه بيحطوا عليها سوس الشوكولاتة وحاجات زي كده بتبقى حاجات حلوة جدا لكن هل اعمل النظام الغذائي في رمضان هل بيقولك لا خلاص مش مهم وحبتدي ابتدي من دلوقتي حاجات اللي انا ما اعملش نظام غذائي في رمضان غلط انا لازم ابقى صحي وجزء من حياتي الرياضة ولعب رياضة باستمرار ما فيش حاجة ما بلعبش رياضة ولعب حاجات ما تخليش في حمودة وحقولك حاجة مهمة جدا اكتشفتها ان ناس بتاخد النعناع علشان يشرب النعناع علشان يبقى دوات ايه مهضم والكلام دا كلها الكلام دا مش مزبوط النعناع بيعمل ارتخاء للعضلة في المريء فبيحصل ارتجاع في المريء فبيجي له حمودة اكتر فحكاية اللي انا اخد نعناع ده هيهدي معداتي لا انا مش هيهديها ده هيولى عالدنيا اكتر حكاية اللي انا اشرب لما بس الكمون اعتقد بيهدي المعدة كمون ولمون والكلام دا كله ماشي ما قلناش حاجة ممكن ده تخصيص نفس الحكاية لكن الناس اللي هي عايزة تبتدي تعمل ما تحسش بالارتجاع في المريء وتحس بالوجه حسد بحمودة جامل ما يقومش ضارب كوباية لبن اللبن هيزود الحمودة هو اللبن السائع هيهديها مش عشان اللبن عشان السقعية اللي موجودة في اللبن لكن اللبن نفسه هيقوم يهيج المعدة تاني وهيطلع العصارة يعني الميا الساعة تهديها؟ الميا الساعة لا لو فيه عند مشكلة وبتكرر على طول يبقى ياريت يبقى تحت اشراف طبي وياخد العلاج المناسب لها يبقى ده حاجة مهمة جدا لان ممكن تكون فيه مشاكل اكبر من كده ممكن يكون فيه عندنا قرح وحاجات دي احنا مش عايزين نخوف الناس بس عايز اقول ان لازم ننتبه لها طبعا حاجات اللي انا عندي ارتجاع على طول لها اي حل وعرف السبب مرضى الغدى يا دكتور بياخدوا ادويتهم الصبح انت بتقول لها السئلة حلوة جدا على فكرة قوي 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 لان فعلا بنلاجه مشكلة مع الناس اللي بتاخد الدواء الغدى الدرقية وبتياخدوه قبل رمضان بياخدوه الصبح طب بنعمل ايه؟ كتير قوي بيقول لي يا دكتور هاني انا باخدوا ساعة الازان وبستنى ساعة بتفرج عليهم كده هوت لغاية ما ياكلوا ده حرام طب انا حاولي نعمل ايه؟ انا هنتصحر بدر شوية على الساعة واحدة مثلا وخلص وخلصنا كل حاجة نيجي على ساعة الازان على الفجر هاخد دواء الغدى واشرب المية ويبقى هو دوت كأنه خدته الصبحية ويبقى على معدى فاضية لان دواء الغدى لازم يكون على معدى فاضية ماينفعش اخد معاه اي دوتاني ماينفعش يكون فيه اكل معاه خالص وإلا مش حيبقى الفعلية بتاعته قوية فده شكر خضراتك يا فندم شرفتنا وورتنا دكتور هاني هذا لي الشرف اللي اكون معاك اشكركم شكر ليك يا رب دكتور هاني وراني استشارية تغذية العلاجية ألف شكر ليك يا فندم شكرا لك يا رب دكتور 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 لك